السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرون ومتابعة قناة صحتك في معلومة اللهم صلوا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى إله وصحبه وسلم في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نرض عليكم أهم الأطعمة والمشروبات وأعشاب طبيعية للتخلص من الندبات أو علاج حب الشباب فما تنسوش عمل ليك واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان يبسلكم إن شاء الله كل الإشعارات فابقوا معنا إلى النهاية علاجات منزلية للقضاء على أثر الندبات أو علامات حب الشباب الندبات هي عبارة عن العلامات التي تترك أثرا على الجلد بعد شفاء الجروحة أو الإصابة أو بعد حب الشباب الندبات هي جزء طبيعي من مرحلة شفاء الجلد يختلف مظهر الندبات وعلاجها بالاعتماد على عدة عوامل بالإضافة لعمري المصاب وعرقه وجيناته وجميع هذه العوامل لها دور في مظهر الندبات وشفائها معظم هذه العلامات سوف تختاف تدريجيا ويبهت لونها مع مرور الزمن على الرغم من عدم زولها بشكل كامل عندما يحدث تلف لطبقة الإدمة وهي الطبقة الثانية من الجلد يقوم الجسن بتشكيل ألياف الكولاجين لترميم الضرر وهو ما ينتج عنه الندبات في معظم الحالات كلما تم شفاء الجرح أسره كان تراكم الكولاجين أقل وكان أثر الندبات خفة شدة الندبات ومظهرها يعتمد على شدة الإصابات ونسبة الضرر تتشكل أن دبات بشكل مختلف مع اختلاف مناطق الجسم واختلاف العمر قد تكون أن دبات عبور عن خطوط دقيقة أو حفرة في الجلد أو فرط نمو في الأنسجة أو تصبغات داكنة مختلفة عن لون الجلد الطبعي الخطوط الدقيقة على الجلد الجروح الثانوية مثل شق الجلد عادة ما يتمثل للشفاء مع ترك خط أحمر مرتفع قليلا الذي يبهت لونه بشكل تدرجي ويتسطح مع مرور الوقت هذه العملية قد تحتاج لمدة سنتين من الزمن الندبات ذات الخطوط الدقيقة عادة ما تحدث بعد التعرض لجرح عميق أو أثر شق عملية جراحية هذه الندبات لا تسبب الألم عادة لكنها قد تسبب الحكة لبضعة أشهر بالنسبة للأفراد ذوية البشرة الداكنة فإن النسيج المتندب قد يبهت لونه ويرق فإن النسيج المتندب قد يبهت لونه ويترك ورؤه عليما بيضوء أو بنية اللون الندبات الباهتة قد تكون أكثر وضوحا على البشرة المسمرة لأن النسيج المتندب لا يتغير لونه عند التعرض للشمس ولن يتعرض لإسم روري البشرة يحدث زيادة في نمو الأنسجة عندما يتم زيادة إنتاج الكولاجين في مكان الجرح وتستمر الندب بالنمو حتى بعد شفاء الجرح فيرتفع النسيج المتندب فوق سطح الجلد ويكون لونه زهري أو أحمر عند بداية تشكله ثم يبهت اللونه تدرجيا غالبا ما يسبب الحك أو الألم وقد يعيق الحركة إذا كان بالقرب من المفصل أو مشدودا الندبات الداكنة بعض أنواع الندبات تسبب تغيير لون الجلد فتترك بقعا داكنة خلفها كما هو الحال بالنسبة للندبات النتج عن حبي الشباب أو جدرية الماء تسبب ندبات الحروق إن كماش الجلد مما يؤدي إلى الضيق والتقييد فيها الحركة حتى تتمكن من علاج أثر الندبات أنت بحاجة لفهم ما هي النتبة ونوعها سوف نركز على الخيارات العلاجية الطبيعية للقضاء على الندبات لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي ودائما وأبدا قبل استخدام أي عشبة كعلاج يجب علينا استشوارة الطبيب وهذا الاستخدام أكثر أمين أفضل الخيارات العلاجية الطبيعية للقضاء على الندبات القديمة لا يوجد طريقة للقضاء على الندبات بشكل كامل لكن هناك العديد من الأسليب التي تساعد في تخفيف أثر الندبة وتسريع عملية الشفاء قم بإزالة الجزء الأخضر الداكن من الجانب المسطح لورقة الصبار الأولوفيرا خذ صابقة لهليم جلة الصبار الأخضر الفتح طبق الجلة مباشرة على الندب مع القيام بحركة دائرية أترك هليم الصبار مدة نصف ساعة على المنطقة المتضررة ثم أغسلها بالمائي الفتح كرر العلاج مرتين في اليوم يتوفر جلة فيتامين إي على شكل كابسولات في الصيدلية قم بفتح الكابسولة وطبق جلة فيتامين إي على الندب بشكل كامل بعد مرور عشر دقائق قم بتدليك المنطقة المتضررة وبعد مرور عشرين دقيقة كرر العلاج ثلاثة مرات في اليوم قبل الذهاب إلى النوم قم بتغطية الندب بطبقها من العسل ثم قم بتغطية الندب بالضماض أو الشيش اتركها ليلة كاملة ثم في صباح اليوم التالي أزل الضماذة واغسل المنطقة المتضررة بالمائي الدافئ كرر العملية كل ليلة قم بتدفية ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ليتحاول للقوام السيل ثم طبق زيت جوز الهند على مكان الندب مع التدليك لبضع دقائق اترك الزيت على الندب ليمتصها الجلد بالكامل لمدة ساعة على الأقل كرر العملية 2 إلى 4 مرات كل يوم اضف 4 ملعق من الماء المنقطر إلى ملعقتين طعام من خل التفاح اغسل كرة قطنية في خليط خل التفاحة وامسح بها مكان الندب بي شكل كامل ثم تركها لتجف اغمس كرة قطنية في خليط خل التفاحة وامسح بها مكان الندب بي شكل كامل ثم تركها لتجف كرر العملية كل ليلة قبل الذهاب الى النوم واغسلها في الصباح التالي زيت الزيتون واللافندر قم بمسجل ثلاثة قطرات من زيت اللافندر مع ثلاثة ملايق طعام من زيت الزيتون دلك المنطقة المتضررة بالمزيج لمدة دقائق اترك الزيت مكان النتبة لمدة نصف ساعة اغسل المنطقة المتضررة بالمائي الدافئ كرر العملية ثلاث مرات في اليوم خذ شريحة رقيقة من الليمون الطازج افرق بها مكان النتبة بلطف مع عصرها داخل النتبة اترك الليمون لمدة عشر دقائق قبل غسله بالماء الفيتر كم باخذ شريحة من البطاطة قم بفركها بحركة دائرية مكان النتبة متى ما بدأت البطاطة بالجفاف تخلص منها وتابع فرك النتبة بشريحة جديدة من البطاطة كرر العملية لمدة عشرين دقيقة ثم دع النتبة تجفة لمدة عشر دقائق اغسل المنطقة المتضررة بالمائي الفيتر كرر العملية مرة يوميا على الاقل قم بمجيب اضع قطرات من الماء مع ملعقتين طعام من البيكنج صودة حتى تتشكل مثل معجون قم بترطيب مكان النتبة بالماء المقطر ثم تطبق المعجون على النتبة الرطبة اترك المعجون لمدة خمسة عشر دقيقة مع كم مادات دافئة اغسل المنطقة المتضررة وكرر العملية يوميا قبل البدأ بتطبيق اي غصف يجب غسله مكان النتبة ومحولها وتجفيفها هذه الوصفات يمكن تطبيقها مكان النتبة فقط وليس مكان الجرح المفتوح في حال حدوث اي تهيج او حساسية يجب التوقف عن استخدام الوصف تماما وغسله المنطقة حالا متابعين الكرة ومتابعي قناة صحتك في معلومة الاعزاء لو اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا نعمنا باشتراك وعليك وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلكم انشاء الله كل اشعارات القناة اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته